السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم اخواني اخوة الكرام على قناة رشيد املال في هذا الدرس سوف اتطرق معكم بشرح حل مشكلة عدم ظهور مصغرات لمعاينة الصور والفيديوهات وبالاخص مصغرات الفيديو على الويندوز هذه من المشاكل التي ربما تواجه الكثير من المستخدمين في نظام تشغيل الويندوز والتي واجهتني انا شخصيا حيث مثلا لديك مجموعة من الصور او الفيديوهات على الكمبيوتر او قمت يعني بتنزيلها من الانترنت سوف يظهر معك على شكل مصغرات بحيث لا يمكنك من معينة شكل الصورة او الفيديو الا بمجرد يعني الدخول اليها وهذا يعني امر مزعج خصوصا اذا كان لديك مجموعة كبيرة من الصور وتريد عرضها اذا في هذا الفيديو سوف اقدم لكم طريقتين لحل هذه المشكلة الطريقة الاولى سوف نعدل على الاعدادات من داخل الويندوز وهذه الطريقة بدون برامج والطريقة التانية سوف تكون عن طريق برنامج يدعى media preview لذلك لا تبخل علينا بالاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لكي يصلك كل جديد والاعجابة بالفيديو تشجيع علينا لنصمرة دائما في نشر المزيد ان شاء الله اول خطوة نقوم بالذهاب الى ايقونة الكمبيوتر ثم الضغط على الزر ايملي الماوس ثم الى properties ستنبتق لك هذه النفذة قوم بالضغط على advanced system settings ثم نتوجه الى advanced ثم الضغط على settings بعد ذلك تبحث على هذا الخيار الظاهر امامكم ثم تأشير عليها كما ترون تم حل مشكلة الصور وبعض الفيديوهات ولكن كيفما تشاهدون معي هذه الفيديوهات لم يتم حل مشكلتها اذا لنتوجه الى الطريقة الثانية عن طريق تحميل برنامج media preview والذي ستجد رابط تحميل اسفل هذا الفيديو بعد التحميل تقوم بتتبيتي عن طريق النقر على زر الايملي الماوس ثم تشغيلي كمسؤول ومن ثم تختار لغة البرنامج هذه هي واجهات البرنامج كما ترون يحتوي على العديد من المميزات من بينها اظهار مصغرات الفيديو اي سيغة كانت وكذلك اظهار مصغرات الصوتية يمكنكم معرفة المزيد عن هذا البرنامج في المدولة نتوجه الى السيغة الملفات الفيديو ثم اختيار الكل بعد ذلك تقوم بالضغط على تطبيق ثم خروج قم باعادة تشغيل الكمبيوتر عدنا لكم بعدما قمنا باعادة تشغيل الكمبيوتر كما ترون تمحل هذه المشكلة من هنا نكون قد انتهينا من هذا الدرس كان معكم رجد املال في حلقة جديدة ان شاء الله اشتركوا في القناة